اشتركوا في القناة بيعرف هالأساس ريكاردو كرم مرحبا و أهلا وسهلا فيك بهايت بورك أهلا فيك شكرا بتتنقل بسليسة جدا بمواضيع وبتتأقلم بسرعة شفنيك بالأول عالتليفزيون كان بعد ما فيدش وبعدين تساعت عالفضائيات وبعدين سر عندك بودكاست و هلأ في حركة مش طبيعية على السوشيال ميديا لإلك كيف بتتأقلم هالأدية؟ هي كلمة تأقلم ما بستسيغة أبدا ما بحبها هالكلمة لأنه هي استسلام بنسبة لألي أنا أنا بشوف أنه العلامة عم يتغير كتير وأنت مفقود تتجاري وتواكبه وأنا حاولت لأنني جيت بزمن مختلف عن زمن الحالي أني قدرواكب هالأزمين المختلفة وما تسبقني كتير أنا على عدوي مع الوقت وعلى سباق مع الوقت قد ما حاولت أني يكون إيقاعي سريع وديما أن أقوى مني وبيهزمني حاولت قد ما فيه أني جاري المتطلبات وأنواع وسائل الإعلام الجديدة والحديثة في أمور قدرت لقيت حالي فيها وأمور تاني كانت أصعب من أني لقيت حالي فيها إذا ما نحكي اليوم شوي سوشال ميديا شو هو السوشال ميديا بالنسبة إليك وأدي يعني أدي هي بلاتفورم للإعلام مش بلاتفورم واحد يقول رأيه بس يعني أدي بين عمل علي أعلام منصات تواصل اجتماعي بشوف أن هي وسيلة لتقربك من الناس أكتر وتسمح للناس ينصتوا لألك يستمعوا لألك يتعرفوا عليك ويعرفوك أنت مين أنا بالنسبة لألي شخصيا ما فكرت حالي هذا من الأيام أني قدر شارك حياتي مع الآخرين وهي شيء ما عملته على كل حال بس حتى أرائي ما فكرت أنه اليوم رح يجي حتى أني أشرك الآخرين فيها صار في حادسة بحياتي أدخلتني إلى الفيسبوك بالألفان وعبعتاش ابني مريض أصيب بمراض عضال وكنا بحاجة لدم من فئة قوة نينجاتيفية اللي هي منا موجودة بلبنان بكترة وجبارت أطلع على السوشيال ميديا وحكي عن الموضوع وأطلب من أن الناس يتبرعوا بالدم رسائلة قصيرة حطيتها وفتحت أبواب مع آلاف من الناس أينما كان في هذا العالم وهذا الشيء الذي أدخلني إلى السوشيال ميديا هلأ من ناحية التويتر ولينكتين وإنستجرام هلأيجو بالألفان وتسعة عش بتبلش الحراك بالبلد يعني بتصرفي بالبلد حراك ما رح سميه شيء تاني لو ما صرفي شيء تاني غير الحراك بلشت أكتب بلشت أكتب ولقيت أنه ناس عم تستمتع بالله عم تكتبوا عم تعطي رأيها عم بتعيد نشر شو عم بكتب ولقيت أنه صوتي بلشو صار أكتر وقت بدأت الكتابة بالأمور الحياتية اليومية كيف بتفسر أنه بالحماوي بنقدر نكتب ونأخذ مع بعضنا ونقرأ أكتر من البرودة يعني بس يكون في حدث سياسي الناس بتفاعلوا بإيجابية أكتر من لما ما يكون في حدث سياسي بيصير معك على السوشيال ميديا بتحس أنه أنت بتطلع بس يكون في حدث بتنزل بس أو بتصير عادة بس ما يكون في حدث أنا من المواظب كتير على السوشيال ميديا وحتى على تويتر إذا بتلاحظ يعني أنا وقت بعمل تغريدة نهار التانين التغريدة اللي بعدها بتكون التانية اللي بعدها يعني من المواظب من يعيش على تويتر في ناس هاجسهم ما عندهم شي تاني وفي ناس طبعا مطلوب منهم أن يكونوا على تويتر بشكل دائم ومستمر في ناس تنفق الأموال طبعا شراء صوتهم وفي ناس لا بيحبوا بيشوفوا أنه هايدي المتنفس الوحيدة حتى يعطوا رأيهم ويحكوا عن الهواجس اللي تسكنون وعن المشاكل بتواجهون وعن الأفكار اللي أيضا كمان بتنبع من جراء كل هذه الأحداث اللي عم تصير ولم مرة بيكتب شي بحط هاشتاج معه ما بالحق ترند لا أؤمن بالترند بشوف أنه ترند هي جيوش إلكترونية وهي أمور مدفوعة بتشوف في النهار في حدث معين بيفرض نفسه مفرض يكون هو رأم واحد بتلاقي هاشتاج عن حدا بيغني مثلا مش مهم بتقرأ أنت شو تب شو الحدث هالمغني وقع وبتلاقي أنه في أصدر أغنية أو رأى على بلد أو عمل حفلة أو رأى على عرس بتشوف بتفهم وقتها أنه الترند كلها منا حقي الناس بتحبه سياسي بالبلد البلد بتجمعه السياسي وتفرقه السياسي واللبناني منقسم من شونا مبينة منقسم وفوقيا عموديا مثل ما بدك سميه بس فيه انقسام وهذا هو يمكن هذه البواب الأفضل حتى يعبر على رأيه حتى يشتم الآخر حتى ينتقد الآخر ووقات بدون أي سبب ووقات عن معرفة ووقات عن غير معرفة ووقات عن قصد ووقات عن غير قصد شوف أنه اللبناني بمعظمهم اللبناني لا ينصطون ولا يعني يجاهرون بمواقف ما بيعرفوا حقيقة هي شو بس لأنه فيه جو مشحون ولازم يحكوا فيه بقى لا أنا ما منتمل هالفقاء أنا بعيد أنت لست فزق من الأنقسام اللبناني ما بشوف حالي فيه ناس طبعا أنا يمكن رأيي بيلتقي مع رأيهم وفيه أشخاص بالعكس أنا رأيينا قيد رأيهم بس مني منقسم متقوق على نفسي وبسم شخص الآخر هو وأنا وهني أو نحنا أنا ما منتمل لا لا هني ل ballistic لا نحنا بعتبر نفسي أنا مواطن لبناني على مسافة من الكل أنا بخري جامعة أمريكية والجامعة الأمريكية شزبت أفكاري بلوريتها عند التسطب وخلتني على مسافي من الكل وما حاول أني أحكم على الآخر وأعرف الآخر هو شو لأنه بيختلف عني وأنه يكون معي بنفس المعسكر وبمقلب آخر الناس كلها برأيي أنا تشبه بعضا ولذلك أنا رأيتي نيحة بالكل عن قناعة عن إيمان وعن صدق 30 سنة من تقديم البرامج وأعداد وتقديم الأفلام الوثائقية أينك اليوم من التلفزيون التلفزيون تغير الأعلام كله تغير بطل فيه أعلام والأعلام أخد منح جديد يعني يسمع محياري شو الفرق بين الأعلام والأعلان شرح لنا شوي بالزمان حتى تقدر تفوز أنت ببرنامج تلفزيوني كنت تشتعل تحضر تروح تشوف مدير مرامج مدير محطة تعرض فكرة الفكرة تبرورها معه اليوم الأمور تغيرت اليوم تجي أنت مع فكرة برنامج ومع المال تشتري هوا أو مطلوب أنك أنك تطلع على الشاشة في مقابل إيصال رسالة معينة وإيصال أفكار معينة كل شيء أصبح معلم ألا ما فينا طبعا عمم على جميع في تجارب ما فينا إلا منجلة ونحترمة بس بالإجمال وأنا بحكي بالسياسي هون حتى من ناحية الفنية والثقافية الأمور تغيرت البرامج تغيرت النجوم تغيروا المحاولين لم يعودوا كما السابق أنا وجي إلى عندكم هون مرأة بشارع الحمرة شميت ريحات الشاورمة والفلافل وزحمة السير وفي حر كتير برا بس حتى لهذه الأمور اللي هي مزعجة إلى حد ما في عبق مرحلة زمنية ذهبية فعلاً ذهبية في ناس بقولوا زمن جميل ما زمن جميل يمكن بك بكرة نترحم على هذا زمن اللي عاشينه اليوم بس فعلاً كان جميل لأنه كان في اكتشاف لأمور جديدة اليوم نحن صرنا بلازة ينقدم فيها صرنا اليوم عنا كل شي ما بقى في شي يعجبنا بتحس أنه اللي صار بالماضي اللي حصر بالماضي حصل بعد مجهود وجهد كبير وتعب ما أجه كيف مكان كان الملحن يشتغل على أغنية تاخد معه أيام وليالي ما بقى فيه اليوم لحن اليوم فيه إيقاع فيه توزيع ما بقى فيه أصوات أصوات أنت بتقوي إذا بدك وبتخففه وبتعطيه لمعي بقى أمور كلها تغيرت الأعلام نفس شي يعني شتان ما بين أيام الصحافة المكتوبة الحقيقية والصحافة اليوم شتان ما بين التلفزيون يمكن بعد الإزاعي لحد ما فيه عنده رونق مرتبط إلى حد ما بالماضي نحن دايما نسعى ونجاهر بأن نود بناء مستقبل لكن المستقبل دايما مجهول ما بنعرف شو هو نحن الذي نريده فعلا هو مش الانتقام من كل ما حصر في الماضي ولم يكن كما شئنا لكن نريد أن نغير أخطاء الماضي هذا ما نسعى إلى فعله فعلا في المستقبل نشوف أنه في أخطاء عملنا نحن ونولي قبلنا نحن 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 نصلح نتكرر هكذا أرى المستقبل أرى أنه يساعدنا على هضم الماضي فهم الماضي تغييره وتصليح الشوائب اللي فيه شو فيه أبرز ثلاث أخطاء بيختروا على راسك هلأ بتحس هول لازم نحن نصلحهم سواء على المستوى العام أكتر من الشخصي بس أنه بالشخصي وبالعام القضاء القضاء الدستور شي معين بالدستور أو دستور بشكل عام بشكل عام الدستور لم يعد يصلح في هذا الزمن يجب تغييره مش نسفه استغييره تعديله والعلام تعديل أي مواد بالدستور بعتقد الدستور اليوم أو أي روحينية فيه أنا إنسان علماني جدا لا أمم بالطائفية وأرى أن الطائفية السياسية هي مقبرة لألم أنا ما بشوف أنه اليوم لازم يكون رئيس المجلس شيعي ورئيس الجمهورية ماروني ورئيس الحكومي السني يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وبشوف أنه هذه الطائفية هي مقيطة صحيح لكن رجعتنا سنين لورا ووضعتنا اليوم في أطر معين من الصعب الخروج منه الأسماء دايما التي يتم تكرارها وتدولها هي الأسماء نفسها بالوقت يلي في عنا عناصر ممتازة متناثرة بالداخل وبالخارج ويجب أعطاء الفرصة أنها تاخد البلد وتقوده إلى مكان آخر مكان أفضل يكاردو ليه هذه النخب اللي بتعبر عنه اللي هلأ أنت عم بتعبر عنه ما قدرت يعني ما قدرت تترجم حتى التفاف الناس حوالي يعني أنت بنجي بنشوف مثلا على سوشال ميديا تفاعل معك بيطلع كل نواب التانيين مجموعين تفاعل معهم ليش هذا التفاعل في الشعبة لا يترجم بالسياسي ولا يؤثر على مزاج القاضي السياسيين يعني أنا بشوف أنه اللي دخلوا المعترك السياسي في البعض منه نخسر كتير يعني بيعتبروا أنه طبعا إذا صاروا اليوم نواب أو وزراء هني وصلوا إلى القمة هشي بيذكرني بداياتي وتبدأت بالتلفزيون أول مرة حوارت نايب أو وزير كانت بعدني عامل 22 سنة اعتبرت أنه شي مهم عم حاور نايب أو وزير وتحوارت رئيس جمهورية كان وقت رئيس لهراوي بالسلطة أنا عم بحكي بعام 95 كان بعدني ولد يعني بأول عشرينيات اعتبرت أنه هاي دي القمة بحياتي بقى هشي بيذكرني اللي عم بتسأله أنت بهديك المرحلة بشوف أنه ناس بيدخلوا عالم السياسي بيخسروا كتير لأنه الناس بتجتشف الحقيقة وهني أيضا من كتر ما الأمال بتكون معقودة عليهم وأمال عالية جدا بتخلي الناس تصيب بنوع من الأحباط ونوع من الخيبات أفضل أوقات ناس يبقوا خارج المعترك بيكون في عندهم وهاجة أكبر بيكون في عندهم موقع أكتر بتجرب الأمور أوقات بتجرب الإنسان وتفاجأ بحييته بيشوف أنه الإنسان اللي ما بيقدر حقيقة يقدم على خطوة هو أدى ما يقوم فيها أفضل خلينا نحكي على الإنسان البرامج اللي أدمت متعددة جدا مرايا وراء الوجوه ماريكادو كرم حديث آخر طريق الأمل صدفت من خلالهم ضيوف البعض بيسميهم ضيوف مخمليين بس هن ناس مثل دالاي لاما فرح ديبا بالافي نور الحسين بيل جيتس لوشانو بفاروتي فالنتينو زهى حديد وغيرون هؤلاء الأشخاص اللي تعرفت عليكم اللي حكيتون تحت الهوى وعلى الهوى شو أكتر شي جذبك فيهم وشو العبر اللي ممكن تستخلصها من هذه الأحاديثة هذه المناظرات إذا فينا نقول يضيف شي أنا بحشرية مين كان يتصل فيهم يعني كيف كنت توصل لدى الهاي لاما نحن تنوصل لك تعذبنا من رئة دي فلا تلاي لاما كيف كنت توصل لحل لك بعدني لليوم بعد كل ردح الزمن هذا بعدني أنا أنا بشتغل بعمل كل شي عندي فريق عمل كبير بس ما تعودت وما تعلمت أني أدر أعطي الآخرين مش الفرصة الحيز لقيام بمهام لازم أنا أعملها بعدين أنا أنا أتصل بضيوف طبعي ضيوف القبار عم بحكي أكيد كان ناشت بزمن مختلف أول شي ما كان في إيميلات كان في فقط فاكسات وتلفونات بزمن ما كان في إنترنت بزمن ما كان فيك تفوت أنت وتجمع معلومات من خلال النات أنا كنت قضي وقت بدار النهار وبالجام الأمريكي في بيروت ودار الصياد عم حاول أجمع أرشيف وأقرأ وأعمل فوتو كوبيز أخذ معي أوراق على بيتي أشتغل مجتمدت ما كانت الأمور سهلة وقتها والوصولها لأشخاص أيضا كان حلل وأنا اشتغلت أيضا مع محطات ما سخرت أي شي في سبيل أني قدر إنجح أو ينجح البرنامج أنا اعتمدت على نفسي على صداقاتي وكانت وقتها محدودة صداقات مع الوقت كبرت وتبلورت مع الوقت عندما بدأت ما كنت بعرف حدا بشتغلت كتير بعدني لهلأ مثل أول يوم أنا إنسان مشتهد أعمل أعمل يعني بدون كلل بيبدأ نهاري ستة صباحا وبنين اتناعشا أو واحدة بعد نص ليل بين القراءات وبين الأبحاث وبين الاجتماعات بشتغل كتير وهي شيء ما تغير أبدا حتى من مدى قدمت في السن أو في العمر بقى كنت أكتب أنا أبعد فاكسات ما تفكروا إن كان يجيني تجي الأجوبة أو إيجابا كان دايما فيه اعتزارات بس ولا مرة الاعتزار بالنسبة لأيلي كان حقيقة رضوخ أو استسلام كنت أرجع أبعد فاكس ثاني على عدد دراس السنة على السنة الهجرية دايما حاول يعني أعمل علاقة أو أبني علاقة أو أخلق اتصال مع الأشخاص فولي بقى تقد أنه في بعض الأشخاص خلاص إنه هلكنا قد ما اتصر فينا وبعتنا رسائل لحنا نقول أوكي وهيك صارت طبعا أول ضيف كان صعب والثاني والثالث والرابع وبعدين صار في عندي يعني جواز سفر صار في عندي تأشيرات مختلفة هي فتحة الأبواب البرامجي فرضت نفسها وكونت اسم لألي ما كان في عصر فضائيات وقتكنا فقط في لبنان وكان بس أجمول لبنان عبيتبعني وبرامجي من أول حلقة قدمتها بعتقد أنه حققت نسبة مشاهدة عالية جدا وحتى بعد زمن يعني على بثء البعض منه الناس بعدها بتتذكر بعض الأسماء وبعض الحلقات بخاصة هلأ جاءت حتيتهم كلهم على اليوتيوب على الشانل تابعك أهم في مقابلة أجريتها مش من زمين كانت هي مقابلة صاري صاري بس قبل ما تروع السؤال هلأ هو في درس عم بيقلك ده أنه هذي كل ما اتصل بحده ومرد عليه بيعمل دي براشن يومين ما بيقعد يحكي معه وما بيقعد يحكي معه عادي هذي بك تكفل يلا طبيعا نخده ريكاردو في مقابلة أجريتها من حوالي السنة عملت بلبلة في البلد هي مقابلة مع رئيس الجمهورية مشال عون اعتبر البعض أنه بان بني أعطيه للرئيس فرصة سعيدة تيتكلم على المرضيع اللي هو بدي يتكلم فيها ويجيوا على الأسئلة بالأسلوب اللي بيعتمدوا هو متل ما بدوا أدي الواحد أدي أول شيء يتوفق مع هيد الطرح و في أسئلة تانية مثلا أدي الواحد بيقدر يحاور السياسيين من دون بلايقة بلابيقة من دون ما يقطيش وياخد المعلومات اللي لازم يخدون بما فيها المنفع العامي الرئيس مشارعون أنا ما شفته من وقتا إقامته في باريس يلي رجع إلى لبنان 2005 وطبعا كان في فوزه الكبير بتسونامي مثل ما سمي وليد جنبلات وهالفترة كلها ما شفته فيها وقتا كنا طبعا عم نحضر بلبنان عم نحضر معنويا أكثر من هي فعليا للمئوية مئوية لبنان الكبير أنا فكرت أني أعمل لقاء مع الرئيس وطرحت الفكرة بتعرف هو ما عنده جسم أعلامي بحيط فيه يعني معلش يلاحكون كتير متجرد وحقيقي وبدون أي ديبلوماسية ما عنده فريق أعلامي محترف كل فريق والأعلامي كتير محدود طرحت الفكرة طبعا البعض كان أيد والبعض لآخر لم يوافق وبعدين صار لي صار صار انفجار الأربع أب والفكرة طرحت أنه لازم يصير في لقاء تليفزيوني ولتأتي وقتاً مقابلة بكل بساطة لم يفرد على أي شيء ما حدا تطلع على الأسئلة رئيس كان بالمؤمن لحاله بنزل بربع ساعة من بداية الحوار وأنا فوجئت حقيقة كنا محدود كنت عم حضا لقيت قاعد الرئيس لحاله على الكريس وكان بانتظاره وأجرينا الحوار وأنا بشوف أنه يلي استمع على الحوار يلي استمع على الحوار يلي بدو يستمع على الحوار شاف أنه كانت أفضل المقابلة التي أعطاها الرئيس بعتاد أن الأمور التي قالها كان بغاية الأهمية بغاية الوضوح وكان لقاء مهم جدا في مسيرتي أكيد في نص البلد كان ضد الذي صار كان فيه هجوم كتير حتى منازل قائلها إلي وفيه ناس أثنوا على اللقاء مثل كل شيء بالحياة بس يشوف أنه كنت متجرد جدا وما كان فيه أي قيود والأسئلة كلا طرحات اللي صار أنه كان مفروض اللقاء يكون أطول من هيك لكن صار فيه ضغوطات من شخص معين أنه بدنا نوقف بعدين صار فيه اعتذار أنه أنا ما كنت عم بطلب نوقف أنا كنت عم بطلب ناخده بريك للأسف كان فيه أسئلة كتير بعد مفروض انطرح وانطرح وكان رئيس مبسوط وما كان بده يوقف أبدا وهيدي أول مرة بقولها المعلومة هي حلقة طويلة لأنه اللي طالعة هلأ الموجودة كان منها على يوتيوب طولها حوالي الساعة واثناشر دقيقة وكان منها كنت أطول هي طبعا هي نفروض تكون أطول بس هالشي ما حصل ما تنسى أنت عم تحكي بعد أربع آب أنت عم تحكي عن بلد بلد منهار بلد مكسور مدينة مدينة على الأرض الناس كلها من جوها في ظلم بداخلها ورئيس البلاد يلي أيضا النص البلد ضده عم يحكي الناس كلها كان بانتظار هذا اللقاء هو طلع بعدين بلقاءات بس ما بعتقد كان فيه متابعة لقالة مثل هذا كان اللقائي اللي حصل وقت معي لأنه يعني توقيته كان كتير مهم وقتا قد بأسئلتك استوعبت الضيف مهوني رئيس الجمهورية بالظرف الأزمة اللي عايشينا نحنا وبعد الانفجار وسألته أسئلة رؤساء الجمهورية عادة التسلسل الزمني لانفجار أربع آب أو حتى بزيارة الرئيس الفرنسي مانويل مكرون إلى لبنان وعندما ذهب إلى الجميزة وتجول في الشوارع لوحده من دون رئيس اللبناني أدي في مراعاة للضيف تتسأل السؤال بالطريقة يفتح لك الضيف ويعطي الأجوب تنخلق شوي قد ما فينا هال العيشينا نحن ونحصل على أجوبة قد ما فينا نخد مننا في ترجمة يجرب هادي يقوله في الصحافي يسأل ما بده ويظل شخصية يستقبلوها السياسيين بالأسر تتلف عن بعضها لحجيو مين أول هادي هادي أنا بشوف أنه كل صحافي أو كل أعلامي أو كل محاور يتمتع بأسلوب معين والأسلوب هو يلي بيسمح له أو بيتيح الفرصة لأقلو أنه يفتح كل الأبواب المستغلقة في طريقة بطريقة بطريقة السؤال وبعتقد أنه يعني بعد كل هذه التجارب والخبرات التي اكتسبت مع الوقت في عندي طريقة بطريقة بطريقة السؤال ما بتزعج على آخر وما بتدن الرئيس عنه من زعج من أي سؤال ما بعرف يعني ما بتدن لأن بعدما انتهينا من اللقاء أثنى عليه وكان كان فرح هلأ الوقع على المشاهد طبعا هذا يعود إلى كل مشاهدة إلى كل فريق سياسي لأنه جمهور كل فريق سياسي يتلفق يتلقف المقابلة بطريقة مختلفة على آخر شو الزعين بيقول لحيلحقوا بالأخير ببغاء ما عنده رأي وفي ناس عنده الموضوعية بيتامعوا بيسمعوا وهني بالأخير بيكونوا رأي بيشبههم وبيكونوا رأي موضوعي بالأخير هلأ برجع لغسان سؤالك أنا بشوف أنه ما مفروض أصلا السياسي يستقبل الصحافة والمحاور ما مفروض يكون فيه صداقة بين السياس وبين الصحافة أنا أولا مرة بنيت صداقات مع السياسيين في معرفة مع الكل أكيد بصداقات كلمة كبيرة مفروض الصحاف يكون متجرد من كل هذه المشاعر الشخصية يكون فيه عنده يمكن هو أكيد نوع من عاطفي تجاه شخص معين أكثر من الآخر لكن هذا يبقى في داخله لكن حتى يبقى صحافة على مسافة صحافة موضوع أي صحافة حر صحافة مترفع عند الأمور الصغيرة لازم يبقى كتير بيد عن السياسيين لذلك أنا ولا مرة فتحت بيتي للسياسيين ولا مرة رحت على بيوتهم إلا بمناسبات معينة مثل عزة مثلا فقط لغير أكثر هناك ناس بيقولوا أنه عم نعطي أهمية لموقع رئاسة الجمهورية أكثر مما عنده أهمية بالمقابلة لأجريته بالحالة التي وقتها موجودة بتوفي معهم؟ أنه رئاسة الجمهورية تعطى لها أهمية أكثر مما لها؟ أنا حاولت رئيس بلادي ومين ما كان رئيس بلادي بدي حاوره بنفس الأسطوب بنفس الاحترام وإذا ما احترد رئيس بلادي أنا ما بحترم بلادي ولا علامة بلادي هدى شي طبيعي بيقولوا شو ما يقولوا بشو مهم بهم أنت تكون مقتنع باللي عم تعمله لا رئاسة الجمهورية طبعا تبقى هي طبعا الأساس ورئيس الجمهورية يبقى هو الرئيس الحكم الذي يسيحكم في العدل والذي يجب أن يكون على مسافة من الفرقاء المختلفين هكذا أنا أرى رئيس الجمهورية بعتدمه الرئيس عون بكتير أقوات حوالي يكون هو حكم وبأقوات كتير للأسف كان حاز أكتر لفريقه السياسي وطبعا لها شيء أسباب خصوصا أن هذا العهد تسم بنكيات يعني كان عهد إنكيات وكان عهد منذ البداية كان فيه إرادة إرادة شاملة لإفشاله طبيعي بالأخير هو الحيل تم أكتر ويتقرب أكتر من فريقه السياسي لكن رئيس الجمهورية يبقى هو الموقع الأبرز والأهم في الكيانة اللبنانية ريكارتو بعيد عن السياسة هذه الحماسة اللبنانية لإنكيات كيف أول شيء تشوفها كيف يتعامل معها كيف يتجاوزها يمكن المفروض يتجهلة بكل بساطة ما فيك تغيرها نحن بلدنا أي معلنكيات يعني المواطن بيدفع هو التمن ما فرقت معنا ما بحكي عني أنا وعنك أنت ما بحكي عن السياسي ما فرقت معه طالما فريقه هو بده يحول يكسو الفريق الآخر إذا الشعب مات من الجوع إذا الشعب مات من الشوب إذا الشعب ما في عنده أي ضمانة ما عنده مشكلة المهم أنه الشخص الآخر يلي هو بيعتبره بعارين مختلف بيعتبره هو مش منافس بيعتبره عدو لألو طالما هو لح يفشل أنا مع هذا الفشل شو ما كان التمن بدي كفي بالخروج عن النص شوي مرة قبل شوي عن التفجير بأربع قاب أنت حدا بيروتي وعليقتك مع بيروت بالمبدأ كتير حلوي أول شي كيف بعد علقتك مع بيروت كتير حلوي برجم كل مرأة في المدينة كيف هذا تحافظ علي هذه العلاقة وشو يعني هذا التفجير بحياة ريكاردو كرام في المعنى العام والمعنى الخاص أربع قاب هو يوم مشؤوم في تاريخنا أربع قاب على صعيد الشخصي هو إصابتي أول شي إصابتي أنا كسر وضلوعي أنا كانت بفندق الجري عم صور مؤابلي هو إصابة مرتي زوجتي كنت بشارع منهم هو تدمير مكتبي هو بيتي تكسير بيتي تكسر كله البيت هذا من ناحية الأولى من ناحية الأكبر إصابة لأنا من هذا القمقم يعني هو طبعاً عائلتي الصغيرة إصابة أصدقالها إليه وموت أصدقالها إليه أنا خسرت خمسة أصدقالها إليه بين فيجار بيروت هو تدمير مدينة أنا بعشقة أنا ما فيني إشبارات بيروت بكذا المواسم بكذا الفصول قديش شي اللي صار مع ابنك حول السوشيال ميديا لكمان هيك مسؤولية يعني بهاي اللحظة أنت طلت فيها طلت معه لمرض ابنك كيف بعدين كفات على السوشيال ميديا فيما خاص هذا النوضوع بالذات يعني قدي لما حدا مننا يكون عنده مشكلة شخصية بتصير مربوطة بعقل الناس بتتحول كمان يعني لهوية تانية بدوا يحملها بدوا يعرف يحكي فيها بدوا يكون مسؤول عنها أنا بالطبع شخص خطيري برايفت أنا وزوجتي نحن ناس برايفت ما بتشوفنا لاب حفلات لو بابتتاح محال ومسارح ما نروح دائما بس مروح تاني نهار تاني نهار لازيزين بس أنتو لازيزين ليه إنو قدرين تحافظوا هذه الخصوصية بعيدة يعني حقيقة أنا بالأعلام بنفس الوقت خارج الأعلام شخصية عامة وخارج الحياة العامة يعني عندي حياتي الصغيرة أنا مع أصدقائي مع عائلتي وهي دي هي وسعيد فيها وفخور فيها وقدسها لهذه العلاقات معنا أصدقائي من حلقة ضيقة لألي بس طبعا في عندي علاقات كتير وعندي محبين كتير طبعا وهالشي هو وبعتقد كسب أكبر ومضاعف لألي ما كانت تفكر بحياتي لأحكي عن أمور خاصة أنا على منصات تواصل الاجتماعي بس بشوف أنه اللي عملته فتحت باب كتير من الناس عاشوا بعتقد نفس الصعوبات ونفس الأزمات وبعض أصعب أصعب من وجعي وأصعب من ألمي أنا وصاروا يحكو الإنسان ناوات لازم يحكي وليزم يعلي الصوت هذه ثرابي هي دعا إلاج إلاج نفسي لألك والآخرين وناس فعلوا كتير معي أنا بتفاعلوا الناس أيضا في أشخاص حكيوا عن مأسيون الخاصة وعن مشاكلون الخاصة هن يساعدوني أو أنا ساعدتون يعني وبعدين بشوف أنه صوتي وصل وصل ديبا بحمل قضايا مختلفة سرطان ألزايمير يعني أنا عندي كتير حضور وينما كان بالعالم يعني متحدث في منتديات عالمية وبحكي عن هذه المواضيع الأساسية والصوت صار يوصل أكتر وبدأ أكتر بكتير منلاحز هلأ الحرك تبعك على السوشيال ميديا والتويتس مثلا اللي بتعملهم التغريدات عم تخد مواقف الكثير من الأعلاميين أو الصحفيين في العالم العربي لا يعني يفضلون ابتعاد عنها يعني يأخذوا مسافة منها أكانت موادية متعلقة بعلاقات بعض مع إسرائيل أو أشأن الفلسطيني إلى آخره هل أنت عندك هل مش الحرية لأنه منك تابع لمؤسسة عالمية معينة ما إلا علاقة فيك لوما أنت على تويتر حط ستاتس بتقول فيه أنه كل هذه التغريدات لا تموت بالصلة للمستخدم حيث وأعمل أو لرب العمل حيث وأنا موجود لا أنا بتمتع بميزة وأفتخر فيها أني إنسان حر مش لأني غير مرتبط لمؤسسة عالمية أنا إنسان حر عندي مصالح وينما كان حتى بالدول العربية بس ولا مرة بسمح أنا لمصالحي الخاصة هي تملي علي شو بدي أقول شو بدي أحكي أنا بجاهر تبحكي عن القضية الفلسطينية وأؤمن فيها أؤمن فيها أنا ما بتخيل أنه أنا اليوم والعاني بغزة وأنه أنا ما عيش مع هالغزة الحصار أو المأساة أو القتل أو التهجير والتنكيل حتى أولادي وطنعوضون نحكي كثير بحكي مع أولادي لأنه معنو صغار بس أرويفها مهلأ بخبرهم دايما تاريخ الأمماء العربي تاريخ بلادنا هذه بلادنا بالأخير حتى إذا عندي جنسية تانية وتالتية بس أنا لبناني بنتمي لها المخيط هيدا ما بشوف حالي أنه اليوم إذا بالعراق فيه اختيالات بالعراق فيه سيارات مفخخة أنا مني معني بالله عم بيصير هونيك أنا أؤمن بهذه العروبي ويمكن من الإلال بعد بنتموا لاجيلي أنا بيحكوا فيها كثير ناس أول شي بيبعتولي رسائل وشتائم وبعدك تحكي أنت عن القضية الفلسطينية وعن فلسطين خلصنا بغا بشوف أنه الحرية اللي بيتمتع فيها مقدسة وثمينة جدا وبتسمح لي وبتعلي الفرصة أن يقول كل شي بدي يقوله بدون أي خوف وبدون أي خوف من الإقاب في ناس حرام يعني بحزن عليهم لأنه في إقاب آخر نهار يبتر من وظيفته أو بيتمترده من بلد معين أنا عندي حرية والحافظ علي وما نح خير هل هذه العروبة هي التي دعتك إلى تأسيس جمعية تكريم؟ لا مش العروبة أنا مارك تراي على أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر وبالمطار طبعا تم طرح أسئلة ومسائلتي لسعتين من الوقت ولقيت أنه مش معقول اليوم أنا أدفع ثمن أشخاص أصليين ارتكبوا هذه المجزرة في أمريكا أدفعنا هذا الثمن لازم حاول شارك فيه أعطاء صورة مختلفة لما أعتقد أنه بعد 11 سبتمبر اللي صار أنه خلص أنت عربي أنت أصولي أنت مضطرف أنت أرهابي فكرت أنه نخلق مؤسسة تعطي صورة مختلفة عبر دعوة صحفيين وعالميين كل عام تعرفون على أشخاص غير مشهورين أشخاص يعانون في الظل بحاولوا يغيروا بمجالات مختلفة وبنفس الوقت بسمح للشباب العربي يتعرفوا على وجوه من بلادهم بحد ذاتها هي مصدر وحي يعني فكانت تكريم من 14 سنة عيد المشروع وكبرت تكريم مع الوقت أكيد وأنا فخور أنه هالفاونديشن كبرت مع الوقت تم الورد وصار في عندها حضور وهي في صدارة المؤسسات التي تمنح جوائز نظر لمصدقيتها لشفافيتها ولكون على مسافة من الجميع لا تموت لسياسي بصلة لا تموت للبقاء الجغرافي بصلة ولا تموت للدين بصلة فيك تعطينا نميزج عن خمسة changemakers براسك رئيسيين حلوين أثروا فيك بتكريم أو بحياتي بتكريم لا أنت برأيك هؤل هنة changemakers حقيقين الحرج على الناس التي تستقبلتهم بحياتي التي حاورتهم التي تركوا أثر كبير بحياتي لا يمكنني أن تذكر ليلة عصيران يعني ليلة عصيران الأروائية والكاتب يعتبرها من الأشخاص يلي ثاروا على المألوف وقالت ليلة عصيران بالستبع وستين يعني ثارت على النكسي والعالم العربي وكتبت اللي كتبته وبعتقد ما حدا كان وقتا بيتجرأ ليلة عصيران بنت عصيران وزوجة أمين الحافظ ليلة عصيران غيزل اللي كانت رائدة طبعا بالقانون هي وزوجها وقدروا شكله ثنائي طبعا العصر اللي ينتموا لقلهم بتطلع أو بفكر بيمكن أمين معلوف أمين معلوف الرواية أيضا يلي حوارتوا لأمين معلوف ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات شوف أنه أمين معلوف قدر أعطها للرواية اللبناني هذه الشهرة العالمية طبعا في الناس أجوا قبلوا بس طبعا ما قدروا وصلوا إلى هذه الشهرة اللي هو بيتمتع فيها بحكي مع جرش حادي بحكي عن صلاح ستايتية أمين سبقوا برأيي أنا تشينج ميكر أكيد أمين أكيد أعتبرت تشينج ميكر طبعا هي سيدة فيروز يعني ما في شك سيدة فيروز يلي هي منع مطربة عادية هي مطربة حضارة بحد ذاتها فيروز هي مملكة بحد ذاتها وأخيرا أفكر بهدى هبري هدى زغبي يلي هي باحثة وطبيبة في هيوستن تعمل على إيجاد حلول وعلاج للأمراض الألزايمير وكل ما له علاقة بالنورونز وبالعصب هو بنسبة لأقليل من الأشخاص الأبرز يلي فكرت فيهم هلأ يلي أثروا فيي وغيروا كتير أمور بحياة من أصل خمسة سميت أربع نساء خبرنا يعني وين بتشوف دور المرأة التغييرة وين بتشوف دور المرأة القيادي بالمجتمع خاصة نحن عم نحكي عن يعني فيه اتنين كتاب بغيروا الراس من أساسه فأي دور المرأة بنظر ريكاردو أنا بشوف أنه إذا بدنا شيء يوصل للناس الرجل فيه يوصله إذا بدنا شيء أن عمر يتحقق مرأة فيها تعمله المرأة مش جزء أساسي المرأة بعتقد هي القلب وهي العقل وكل واحد منها يلي بعتقد عنده أم وعنده زوجي بيعرف هالأساس هي مش عنقق الرجل هي قلب الرجل وهي عقل الرجل أنا بحكي عن حالي وبعتقد إنه إن كانت ولدتي أو إن كانت زوجتي أنا مدينة لهم بكل شيء بحياتي وما بعد درت حاقت لحاقته لو ما هني كانوا بحياتي بقى المرأة تصنع المستحيل تهزم الممنوعات تقف السوء وتصل إلى كل ما تريد تحقق كل أهدافها وأهداف عائلتها كيف تفسر أكتريت المسؤولين اللبنانيين حتى بوظائف أقل يعني مدرع عامين رؤسة بلديات إنه بيكون قاية الحالة يوصل بس يوصل بيطفي وبيعود بيرتيح وما بيعود بيعمل شيء بيعتبر خلص خلصة المهمة لا فيه أشخاص بيفوتوا مع كل النواية الحسنية اللي عنده أنا مثلا كنت معي على البورد وصديقة لقلي نجاة صليبة نجاة إنساني ممتازة مثلا نجاة ومع كل الجودويل اللي عنده وكل النواية الحسن اللي عنده ونجاة إنساني صادة وإنساني نشيطة وشغيلة الحقيقة أنا بيرأي احترقت نجاة احترقت السياسة ما شغلتها كيفية تعمل وزيرة مش نيبة وبرأيه كان خطأ ونوصلت على الندوة البرلمانية عظيم بس خسرت بعدين موقعها بالجامعة الأمريكية في بيروت بيرأيه أنا كنت عم تربي أجيال وأجيال 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 ويبيحلفوا فيها يعني بس هذه المحرق كتير كبيرة يعني إذا ما نفكر عن جد بآخر عشر سنين قداش مرأ ناس في منه الناس مناح كله احترق شو العمل مع هذه المحرقة في ناس كتير مناح أنا بسوف مثلا بحكومة حسان الدياب كان في وزراء ممتازين مثلا ممتازين ما حدا بيذكروا اليوم احترقوا احترقوا كيف واحد بده يتجاوز هذه المحرقة كيف واحد بده يتجاوز كمان هذا الشيء الروتيني إنه أنا بوصل ما بقدر أعمل أو بزهق أو بتعب أو ما بيخلوني كله الأخبار غسان بعتقد نحنا قبل 2019 ولا مرة حاول حدا مننا والبدي يغير حلو كتير ولا مرة حدا رفع الصوت ولا مرة حدا علّ الصوت كيف دايما هذا الخوف الخوف من الآخر من الجو من النظام من الأجهزة من السياسة كان يجي سياسي يدخل إلى مكان كانت الناس كلها توقف ترحب فيه مين مكان يكون بتعرف ماضي إنت وبتعرف أساس الفساد تابعه وبتعرف الصفات اللي هو ضليع فيها كان دايما تحترموا لأنه عنده كان هذي الهالي بعد اللي صار بعد الحراكة اللي صار يمكن أهم شي صار بالحراكة في نفسهم يسمونه ثورة بس كسرت إنت هذا الطوق هذا القيد هالشي ما عاد موجود الناس على تصوتها على تصوتها بس دخلنا أيضا بنوع من الفوضى يعني بارك هيد بارك عظيم ورأيك وتعطي رأيك بس كمان في حدود لكل شي وفي سقف لكل شي الحرية الحرية فيها سقف يعني عموديا فيه محل إذا تعرف أنه أنه هذا المكسي ما فيك توصله مش أنا اليوم في كرمات الناس كمان ما فينا نتعرض على كرمات الناس هيك ونسب الناس لأنه بدنا نسبهم تماما نحبهم هيدا هيدا مش مسموح اليوم بدنا نعلي صوتنا صحيح وبدنا نغير الأمور وتغير بده وقت كتير بس بعمرنا بحكي عن حالي أنا اليوم بعمري شهر ويوم وسنة مهمين كتير بس للولاد اللي كرمالهم عم نبني ومن أجدهم عم نبني مستقبل معنشي نغير الأمور بس لأننا لقد أخرنا بس معلي بدأنا بدأنا في مكان ما حيث لم يجرؤ أن يدخل الآخرون قبلنا يعني أهلنا ما تجرؤوا نسكوا سليح وقتنا وحملوا سليح ونزدوا على المعايير وعاشوا على الحروب المختلفة وكل وقت حاول يحامي أو يحمي أو يدافع عن بيئته ما فكروا أكتر من هيك وبشوف اليوم الخطر الكبير أنه الحرب اللي انتهت من زمان كتير بعدها مستمرة لأنه الأهل بيخبروا أولاده وبيروا الحرب مثل ما هني عشوا وهذا شي بيخوف وأنا بعرف من جلساتي مع أولادي وأنت بيرجعوا هني من المدرسة شو بيخبروني شو سمع من أصدقاء وبعرف وبفهم شو في أهل آخرين شو عمعتوا أولاده وهذا شي بيخوفني كتير شو بيخوف نحنا من 17-20 أنت بتعتبر نحنا بلاشنا مسار تغييري نحنا اليوم ضمن هذا المسار التغييري أكيد وبدو وقت كتير وبدو وقت كتير بس أكيد دخلنا المسار نحنا نفكي أنه بسحر ساحر رؤون تتغير كلها لا أنت عم تحكي أنت عن عن منظومة طويلة عريضة أنت عم تحكي عن هرم تيتكسر الهرم نروح أنت اليوم هلأ على القاهرة نروح على الأهرام فيك تسقط أنت الهرم بسهولة ما نهينا ما نهينا بس في ناس موجودين اللي حيروحوا في ناس اللي حيموتوا اللي حيروحوا بأخر نهار يعني فيه أمور حتتغير وإذا راحوا فيه ناس اللي حيتضعضعوا وفيه جماهير اللي حضيها أيضا كمان طبيعي وأنا برأيه هون سوف تنبط قيادات جديدة وقت القادة الكبار الموجودين اللي هنضح من الزمن هن مسيطرين على كل شيء نار اللي حيروحوا لحفي تزعزع وهون برأيه تبدأ القيادات الجديدة تيخد مده؟ تيخد محلة تكلمت على الصقف قبل شوي اشتغلت بعديد قنوات تليفزيونية أدي قدرت تحافظ على استقلالية الفكر والحرية اللي عندك إيها وأنت عم تشتغل بتليفزيون معين عنده خط سياسي معين بحالك بكل بساطة ما كتير اشتغلت بحطات تليفزيونية يعني أنا اليوم بدأت كنت معاني بالجامعة كنت بليفزيون لبنان كنت برنامج بلغة فرنسية بعدين اشتغلت مع الام تي في كان في عندي برنامج كان فيه كان متعاقد معون على برنامج ما رايع بعدين انشأت شركة خاصة فيي وبعت أول برنامج أول للمستقبل وقتها رئيس رفيق الحريري هو اللي اتصل فيي وراح اتشفته وعرض علي وقتها انه التحق بالمحطة وانه أقدم برنامج عنده ولا مرة تدخلوا بمطلق أي ضيف حورته بعتقد مرة واحدة اجا اتصال مش فيي أنا بعد وفاته بعد اختيره بسنوات عديدة بعتقد اجا الاتصال من فؤاد السانيورة وقتها حورت مارون مشعلاني مين يعني؟ مارون مشعلاني هو أحد المقاتلين الأبرز في شارع المسيحي مارون مش علينا حورته مش لأنه حكينا عن الحرب بس لشوف التحول اللي طرأ عليه من مقاتل إلى إنسان يمضي حياته بالصلاة وبجوار ربه يمتجو سيني خويري نفس الشيء تقريبا بقى وقتا اجا اتصال لمدير تليبيزيون انتصر في حوارة شخص تعملوا انه مقاتل وقتيل اتلا وهو عرفت انه فؤاد السانيورة لكن وراء لهذا الاتصال طبعا حلق مرأته وما تم منعه أبدا بعتقد انه تم منع حلقة مع تريسي شامعون على المستقبل خافه وقتا مرأته تم يزعله سمير جا جا بس فلا مرة كنت فيه تدخل بأي مضمون وبأي حوارة جريته ومن ثم كنت اللقاءات كل الحوارات كلها كنت انا عم بجريه وعم بيع على المحطات وما حدد ولا مرة تدخل بمضمون شيء انا عملته هل من الممكن مش العاطفي وانما هل من الممكن المؤسساتي والفكري ترك تليفزيون لبنين بالحالة اللي هو فيها هلأ حالك شو تليفزيون لبنين هو أول شيء بدايتي يعني فيه علاقة عاطفية وجدانية معه أنا تعلمت تليفزيون لبنين أنا ما كان بعرف شو يعني مونتاج ما كان بعرف كيف يتم توليفة البرنامج خلق برنامج بتذكر أول حلقة قدمتها ما كان في عدي مخرج كان في عدي مصور دي أو بي عم بيصورني وكانت وقتها الكاميرايات كنت كتير كبيرة كتير كبيرة كنت خاف منها طلعت أول مرة عم بيصورون عم برجو عم برجو بقى لها تليفزيون طبعا مساحة كبيرة بقلبي عدة وزراء علام إجو عادت معهم كلهم تريبا حوالي قدر نعمل شغل موريد دعو إلى طارق متري لأ مجموعة وزراء إجو برقيقين في عندهم يا نوع من الخوف أو نوع من الكسل في خمور عند الوزراء بينبسطوا بيجو بيعملوا وزراء وبيصوروا يعدوا بأور صاف وبيزقفولون معنى كلهم هالشاباب اللي عم حكي عنهم كويسين ونشحين كانوا ونحن مش بحاجة لهذا المركز لهذا المنصب لكن ما قدونا وصلنا إلى محل تاني حتى إجا زياد مكره وصديق لألي يعني كبرنا سوا زياد وخيو وإجا لعندي عمنا جلسات عديدة أنه بدنا نحاول ننهض بالتليفيزيون وفاكنا نعمل تليتون هو عملنا إطلاق التليتون ببيت بيروت ودعينا كل قدام تليفيزيون لبنان وكل إجا لكن ما صار شي للحقيقة للأسف كان مفروض زياد يتابع الموضوع وهالشي ما حصل بشوفرون تليفيزيون لبنان كانوا بيصغر بالطاقات الكبيرة والمهمة وحرام ناس كانوا بيعزوهم بالثلاثين واربين سنة من عمرهم يعدوا بالبيت وبعدهم لهلا حين كانوا المذيعات أو المذيعين أو المخرجين أو كل تقنين اللي بيشتغلوا بعتقد أن لبناني. ما عم بحكي من الحكومات. من أفراد ومؤسسات. بس أي الدور بتشوف لتليفزيون لبنان في كون تليفزيون مش سياسي. في كون تليفزيون. ما رحقول مثل تيفا أو مثل أرتي. بس ليش لا. ليش لي مثل أرتي. بعتقد مع الأرشيفي اللي عنده. ومع البرامج فيها نعملها جديدة اليوم. ثقافية. ترفيهية. برامج توجيهية. مش توجيهية متل ما يعلموا من زمنات توجيهية. مش توجيهية. فيك تعمل عميل بها تليفزيون. ومع الناس. يلا. أولادة تليفزيون. فين يكونوا يشاركوا بهذه الناطب. بهذه البرشة. فينا حقيقة نعمل أمور كثيرة. بس لأسف ما بدك كمان ليدرشيب وقيادة. وبدك حكومة تاخد قرار. وبدك ودك. ورأس حكومة ودك. أمور كلها. ريكاردو جوازنا الوقت عندي استفسار أخير. هايدي الفوزيتيفتي من وين بدل تجيبها بعد ثلاثين سنة. بعد إله خلق. وبتتابع وبتلاحق. وتعمل معارك. من وين بتجيب هايدي الطاقة. الإيجابي. بعتقد حياتي كلها ما كانت سهلة. كانت عقبات ورا عقبات. وكان في دايما حواجز. عملا بتوجهني. كتير حربوني. كتير 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 بكل مؤسسات اللي اشتغلت فيها. وخصوصا لبنانية. كل مؤسسات اللي تعطيت معها كان في حروب من الداخل من أشخاص لبنانية. بس نجحت. نجحت وشغلي كبير كتير. أنا إنسان مؤمن. واللي ما يكن هو سلاح القوي. يلي ضغفي هذه الطاقة. يلي ما ضعفت مع الوقت. بشوف انه كل هذه العقبات اللي وجهتني قوتني. وقستني أكتر. بس بنفس الوقت. عاتيتني قدرة على على محبة الآخر أكتر. بشوف انه الحب هي القيمية اللي بتجمعنا. بالمجتمع اللي منتمي لقلو. أكتر من هيك بكتير. وبشوف انه هذا الحب اللي بحاوله أعطيه كتير بكل شي بعمله. هو غذاء روحي لقلي. وبشوف انه الضربات القوية سمحت لي خلال نفسي من جديد. وكانوا كتار الصعوبات. ما بحب أحكي عن أموري الخاصة. لكن أنا اليوم إنسان أقوى. وأنا محب أكتر. وأنا منفتح للجميع. وبعرف انه الرب معي دائما. والحياة حلبة كتير. على قبل ما ننهي بيروت عاصمة الأعلام العربية عام الفين وثلاثة وعشرين. كيف تنظر للأعلام الناطق باللغة العربية وشو لازم نعمل تيصير على مستوى تموحاتنا منه. بلبنان. الناطق في اللغة العربية بالعالم. لأنه اليوم بالفين وثلاثة عشرين ما فينا نحد الأعلام العربي فقط للأعلام اللي بيطلع من الدول العربية. في وسائل عالمية بالعالم تحكي عربية. أنا حزنت كتير وقت اللي بي بي سي عربي سكرت. كنت بشوف فيه كنت أهم مؤسسة عالمية ناطقة بلغة العربية. فرانس فينت كاتل حاورت تلاقي لألا مكان. ما فشلت. بس ما كان هذا ذاك النجاح المدوي. المؤسسات العربية الأخرى. في وقت وصلت إلى يمكن نسبة مشاهدة عالية لكن بعدين سقطت. بعتقدر جزيرة حبينا أو ما حبينا. فيها حرفية وفيها احتراف. ما حدا عندو يهي. هذا من ناحية العلام المرئي. من ناحية الإعلام المكتوب. وسائل الإعلام المكتوبة عديد كتير. كتير كتير. ريكاردو كرام شكراً لوجودك معنا في هايد بورك. سعدي لأيلي كون مع كون. تعرف أنا يعني غسان صديق. بلتقى فيه مرة كلا عشر سنين. بس كلما بيكتب شي ببعث له رسالة. بمبصفي عندو جرأة. عندو شجاعة. عندو صلابة. وبعندو شفافية. في كتير يس ما بيحبوه. بس أنا بحبوه شكراً لك. شكراً لك.